موسيقى موسيقى أهلا أحباء مشاهدينا في كل مكان حلقتنا اليوم غزة في قلب الرب اخترت هذه الحلقة لأنه في أقوال مشهورة أو اشتهرت فيها المنطقة عادة بسموا غزة البلد المنكوبي أو أحيانا بيعطوها اسم الجحيم ولكن حلقتنا اليوم مخصصة للصلاة لأنه ما في شيء من هذه الاستلاحات في مفهوم الرب هي في قلبه في فكره في محبته وأكيد الرب رح يسرع إلى خلاص وإلى نجاة هذا البلد الجميل طبعا هذه الحلقة مثل ما ذكرت رح نخصصها للصلاة ورح ندعو أكبر عدد ممكن من مشاهدينا أنه يوقفوا معانا في الصلاة وأكيد الصلاة رح تغير وتعمل أمور عظيمة ثم أحبائي ما هو دور الكنيسة إذا هذا الموضوع وكيف نتعامل مع المأساة كيف نتعامل مع المعاناة اللي بمر فيها شعب غزة أحبائي خليني في البداية أقول أنه الإنجيل هو الرجاء لكل العالم وإذا تعودنا أنه نسمع اصطلاحات سلبية غزة المنكوبة الجحيم ما حدا بده غزة دام نسمع التعبيرات لا إسرائيل بدها غزة ولا المنظمة فتح بدها غزة ولا مصر بدها غزة وحتى غزة من كوبة في داخلها بسبب النظام الموجود فيها ولكن أريد أن أقول أنه الله بهمه النفس الله بهمه الشعب الله بحب شعب غزة الله عنده مخطط أكبر من المخطط اللي بحاول السياسيين يرسموه الله عنده خطة محكمة منسجمة لخير وفائدة الشعب واحد من الآيات المحببة على قلبي سفر إرمياء النبي إصحاح 29 آية 11 يقول الكتاب لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول لرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء الكلمة الأخيرة للرب الله هو السيد والمهيمن والحافظ الله هو الذي يرفع أمة وينزل لأمة الله الذي يعين ملوك وحكام أو يقيلهم ولكن علينا أحبائي أن نطلب وجه الرب وأن نصلي من أجل الرب من أجل تدخل إلهي في الأوضاع الصعبة والحرجة جدا ودايما أكيد بعد النكبة وبعد المعاناة أكيد الله رح يحول كل الظروف للخير ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر غزة في قلب الرب إخوتي وأخواتي طبعا أنا فلسطيني أو كما يسمون من عرب إسرائيل عربة 48 مولود في الجليل بلده قانا الجليل خليني في البداية أقول شيء مهم جدا كل بيت من البيوت سواء في الداخل أو في الضفة عانت وواجهت يعني ظروف صعبة جدا من التهجير ومن طبعا هدم البيوت والافتراق يعني كثير عائلات مثل عيلتي أنا مثلا معرفش عيلة أهل أمي بسبب الحرب ولكن أحبائي اللي عم بيسير اليوم أنه ما في حل عن طريق العنف ولا عن طريق الشراسة ولا عن طريق القوة دايما الحل أحبائي هو عن طريق السلام يمكن بعض بيفكرها مسايرة ولا تراجع لا لا بالعكس كل بيت فلسطيني واجه المعاناة وواجه طبعا بشكل أو بآخر الظروف الصعبة جدا ولكن ما يحدث الآن في غزة خلينا بس أعطي الصورة المتكاملة في 7 أكتوبر مرة تانية احنا عملنا حلقة عن غزة حماس دخلوا من البر والجو والبحر وقتلوا 1400 شخص الأغلبية الصاحقة من المدنيين وأخذوا معهم يعني أكتر من 200-240 حوالي 240 رهين ورهينة ومعظمهم من المدنيين ما فعلته حماس طبعا شيء صعب جدا لا يتصور العقل ولا ممكن أن يتخيلوا من قتل الأبرياء وسفك الدماء البريئة ومش بس سفك الدماء ولكن الفرح الفرح والسرور بقتل هؤلاء الأبرياء أنا طبعا بقتبس من الفيديوهات اللي أخذوها من الجثث جنود حماس اللي كان واحد بيتصل في أهله وكم يفتخر وكل جملة الله أكبر وقتل وفيه كان اغتصاب النساء وكان فيه قتل وحرق الأطفال وحتى في المعول أو نحن نسميه الكريك كان فيه قطع رؤوس طبعا الموقف مخزي جدا كيفية وطريقة القتل بس الإشكال أنه ما اكتفى بالقتل ولكن النشوة السرور والفرح اللي كان موجود في داخلهن في قتل الأبرياء وطبعا الله يرى الله يرى والله لابد أن يعاقب لا تسمي اسم الله في موضوع القتل ولا تقول مجد للشهداء بحسب الكتاب المقدس أنه سفك الدم والحرب هي أصلا من الشيطان وللأسف يمكن بيعتقدوا أنه ممكن أنه ينال الجنة ولكن بحسب الكتاب هؤلاء ذهبهم إلى الجحيم أقولها من ناحية كتابية وليس أنه بخصص شعب أو مجموعة من الناس لأنه الكتاب المقدس واضح ولسبب هذا الموضوع في القديم من زمان الله أمر بإبادة شعوب والشعوب الكنعانية وإبادة طبعا عمليق وهو الأخير كله بسبب الدم وقتل المستضعفين والأبرياء أيضا طبعا هذا من جهة حماس على طول كان ردة الفعل لأول مرة مع أنه البلد كان كلها منقسم في إسرائيل كانت مظاهرات ضد نتنياهو ومش بس مظاهرات ضد الحكومي حتى العديد من اليهود المتدينين ترفض فكرة طبعا إسرائيل أو الصهيونية وتنادي بإسرائيل الكتابي اللي بيحكي عنه الكتاب المقدس ولكن في هذا اليوم في 7 أكتوبر اتوحدت إسرائيل وكله تحت رأي واحد ينبغي إبادة حماس أو جيش حماس شو النتيجة أحبائي؟ النتيجة صعبة جدا جدا أكثر ما بنتصور أنه هذا الحرب كان ممكن يؤدي لحرب كبرى في الشرق الأوسط وكان ممكن يؤدي إلى حرب عالمية لو سمعوا لحماس لكن كثير من الرؤساء الدول كان عندهم حكمة بالتعامل مع هذا الموضوع ما علينا أنا الغرض تبعي مش سياسي ولا بحب أتكلم في السياسة أو بالأحرى الرب حررني من السياسة وحررني من الحديث في هذه الموضوعات التي لا تجدي نفعا ولكن الحقيقة أحبائي دخلت إسرائيل وعندها فيجن عندها رؤية وعندها أهداف والأهداف واضحة بالنسبة لهم هو إبادة حماس إبادة البنية التحتية بتاعة حماس والحكومة وهذا ما عم تعمل إسرائيل في غزة في هذه الأيام وهذا السبب أحبائي دفع الثمن كثير 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 من الأبرياء وخلي بالك الكتاب المقدس واضح مبر المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب ما فيك تبرر أي طرف من العنف والقتل وسفك الدماء اللي عم بتمر في بلادنا وطبعا البعض يمكن بيستغرب أنا بحكي لأنه أنا دائما دائما أقول بتكلم اللي على الشاشة بتكلم على المنبر بتكلم في أي مكان بدون خوف وبسافر على كل هذه الدول وأقول صراحة إلى الآن الرب حفظني وحماني أيضا بل بالعكس أعطى نعمة خاصة في عينين كتير من الحكومات والدول أنه بدخل البلاد محترم وطبعا يعني لأنه الغرض تبعي مش إدانة الحكومات أو الناس أو الشعوب الغرض دائما الأساسي من خدمة نور لجميع الأمم هو الكرازة بالإنجيل وتحرير النفوس اللي تحت قبضة الشيطان خلاص النفوس حتى ينالوا ويحصلوا على الحياة الأبدية ولكن ما يحدث فوق التصور فوق الخيال خليني أعطيكو فكرة بسيطة غزة أو قطاع غزة 2.3 يعني مليونين وحوالي 300 ألف نسمة نص الشعب في قطاع غزة يعني أكتر من مليون شخص بدون بيوت لبيوت كلها اتهدمت ألاف القتلة اللي عم بيعتوا إحصائية عنها في هذا الوقت ولكن والله أعلم القتلة اللي هي تحت الأنقاض اللي طبعا مش رحين يطولوا الأنقاض في هذا الوقت بسبب الحرب لكن الشيء المؤسف أحبائي ألاف الأطفال اللي دفعوا الثمن والأغرب إنه ما في منطقة إلا ضربت من كنايس لمساجد لمستشفيات لمؤسسات يعني إحنا بنعرف البايبل سيسايتي انهدم إحنا بنعرف إنه الكنيسة الأرتودوكس انضربت 18 قتيل فيها ولكن أحباء الأصعب إنه لا توجد كهربة ولا مي ولا وقود ولا طعام لا يوجد حليب للأكل حتى الأطفال اللي كانوا في الإنكوبيتر مش عارف كي بترجموها في العربي يمكن الحاضن أو الحضانات أكيد فهمتوا علي أقصد لما بيولد الولد بحطوه في السرير للحفاظ سواء من النفس أو للاهتمام بهذا الطفل تخيلوا عشرات إذا مش مئات الأطفال ماتت بسبب قلة الأكسجين أو الأكل الوضع في غزة مزره إلى أبعد الحدود ونعاوز أقول للجميع هذا الوقت لا لنقف إلى جهة معينة لإدانة الجهة الأخرى ولا هذا الوقت للتحليل السياسي والتحليل النبوي هون طبعا حديثة للمسيحيين كتير مرات لما منشوف أحداث مثل هذه الأحداث للأسف الشديد الكل أقول لك أحنا بآخر الأيام هذا الأمر لا إلك ولا إلي لأنه ولا واحد بيعرف السيعة واللي بقول لك بيعرف السيعة هذا مضل وكاذب أيضا إذا الرب يسوع في وجوده على الأرض قال هذه العبارة حتى الإبن يعني حدد أعطى لنفسه محدودية أن لا يعطي التوقيت عن مجيء الثاني نعم في علامات وفي أمور بتتوضح والعارفين والروحيين يستطيعون أن يميزوا الأزمنة والأوقات ولكن الأزمنة والأوقات ممكن تعيد نفسها إمبارح اليوم بكرة أو يمكن كمان خمسين سنة فأصبحنا أنبياء وكل واحد يحلل بحسب مزاجه والتفسير أحبائي التي كثرت ليس فقط من المسيحيين ولكن للأسف بعض شيوخ الإسلام استخدموا بعض الأقوال مثلا من نتنياهو مثل موضوع إشعياء 19 ارجع للحلقة في الأسبوع الماضي أو يعني عمليق اللي انتهى الموضوع من آلاف السنين أنا أكلم اليوم المفروض أحكي عن هذا الموضوع ولكن مش كل واحد بيطلع بيحلل على مزاجه وأنه يفسر بطريقته وبيقتبس أنصاف الآيات وأنصاف الحقائق حتى يثير الفتنة ويثير الجدل وطبعا في كتير من المؤمنين اللي بيردوا على هذه الموضوعات وبنعمة الله سنرد ولكن مش كردة فعل لما يحدث في هذا اليوم أنا بفضل أنه الوقت يتخصص لمجد الرب لتحذير الناس من الدينونة وفي نفس الوقت لرجوعك إلى الرب والإيمان بشخص المسيح أحبائي الله هو الذي يعرف كمية الناس اللي قتلت من المدنيين في غزي الكل مزنب على فكرة الكل مزنب في هذا الموضوع فالموضوع ليس للإدانة ولا للشماتة ولا للتحليل النبوي لأنه لاحظت على الفيسبوك للأسف بيأخذوا بعض النبوات اللي كانت قديما وتمت قديما بيحاولوا يصبوها أو يحكوا عنها كأنها ملتزمة في هذا الوقت إذا شيء صمت عنه الكتاب المقدس فلنصمت نحن أيضا أنا مش عاوز يعني أفهم فكر الرب لأنه فكر الرب هو أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقك ولا طرق الرب هي طرقنا لأن من عرف فكر الرب أو صار مشيرا له الله أكبر أعظم من أنه شوية الطراب الموجودة في هالموخ أنه نقعد نحلل ونبني ونرسم ونخطط على كيفنا والإشي الآخر أنه الناس انقسمت لقسمين بين مؤيد وبين رافض أو يعني معاند للمؤيدين وعم تشوف المظاهرات في كل مكان عائلات أحبائي اللي أنا بعرفها شخصيا ماتت في غزة يعني واحد كان من أولادنا اللي أنا بعرفه من زمان في بداية إيماني كان موجود في رمالة تزوج في غزة وأجاه ولد طفل معجز بعد 12 سنة ابنه تجوز بنت من غزة بنت جميلة جدا قلبا وقالبا في الضربات الأخيرة قتلت فتاة صغيرة زوجة هذا الشاب وقتل أيضا طفلين عندها بيبي ولد يعني صغير طفل ولده بنت والأم ماتوا الأب نجي نشكر الرب ولكن مصاب بإصابات كثيرة بس من أكم يوم وصلني كمان خبر مؤسف جدا أخت اللي كنا نعتبرها ملاك أنا خدمت كثير في الماضي بغزة الأخت الهام هذه الأخت كانت تعزف على البيانو في الكنيسة في الاجتماعات كثير من هؤلاء الناس المسيحيين موجودين في الكنيس حاليا متخبيين من الضرب أكثر من 500 شخص في الكنيسة الثلاثين الكاتوليك و 470 في الكنيسة الأرتوديكس وهذه الأخت طلعت لأن أغلب البيوت انضربت طلعت بس تتفقد بيتها انضربت بالرصاص في رجليها وحاولت تتواصل لا صليب الأحمر ولا الهلال قدر يفوت لأنه منطقة ضرب يعني خطرة جدا ولا حد أنه بيقدر يوصل لهذا المكان ظلت تنزف ليومين وفارقت الحياة أخت ملاك نازل من عند الرب دفعت سمن سمن حياتها إحنا كمسيحيين مؤمنين نحن نعلم نؤمن لأنه رب يسوع وعد أنا لمثل هؤلاء ملكوت السموات هي موجودة في السماء تتمتع بجمال السماء الموضوع شائك الموضوع صعب جدا كيف ما تحلله صعب من كل من كل النواحي طبعا يعني الكل مزنب سواء إسرائيل أو حماس ولكن خلينا أقول بكل صراحة اليوم حتى بالمظاهرات عم بيعملوا كأنه حماس هي اللي بتمثل الفلسطينيين لا حماس لا تمثل الفلسطينيين إحنا كأطفال تربينا على الوطنية تربينا على الوطنية مش كل واحد كبر ولا ذكر اسم الله منها تلازم نتبعه على العميان سنين سبعتاشر سنة شو صار بغزة من سيء لأسوأ من مأساة لمعاناة إلى اليوم اللي وصلنا آه ممكن تقول الاحتلال والحصار طبعا ولكن إذا أنا عندي الإمكانيات أحسن بلدي وأطورها ليش أقودها حتى يسموها الناس بشكل عام غزة هي الجحيم أنا أقول لا غزة هي في قلب الرب لأن الله بحب شعب غزة وبحب شعبنا الفلسطيني صدقوني الله بحبنا كتير والله له مخطط رائع لشعوبنا الرائعة أنا بصلي يوم للأيام نتحرر من مظاهر التدين وأشكاله الخارجة التدين اللي بيستخدم العنف والقتل والمعاناة والقهر والزل باسم الدين وهذا لم يقود إلى أي يعني أي تحرير ولا أي أي شيء يعني حتى للأسف يعني حاولت حماس تستنجد وتعمل يوم الغضب العالمي طبعا في مظاهرات كتير يتعاون معهم لأن اليوم جي للتيك توك وجي للفيسبوك كده غير عن الأجيال الأول بيشوفوا الأخبار مش من المحطات الإخبارية اللي كلها أو معظمها مسيسة ولكن بيشوفوا أشخاص شباب وشابات بيصوروا الحدث وين موجدين وببعتوه وهكذا بينشر الخبر والناس بتعرف الأخبار على حقيقتها غزة في القلب هذا بيقودني أحبائي لعدة أسئلة أو لبعض الأسئلة فكر معي في هذه الأسئلة اليوم في هذا الوقت إذا أتيحت الفرصة لشعب غزة للهجرة بحسب رأيك بحب أسمع رأيك أين سيهاجرون وأي بلد رح يختاروا بحب أعرف رأيك أكيد أنا يعني استشفيت الجوب عاوز يروح بلد فيه سلام اللي بتهتم بقيمة الإنسان مش في أي شيء آخر سؤال اثنين مئات من الألوف إذا مش ملايين من اليمن من العراق من سوريا من ليبيا من أفغانستان إلى آخره وبلدان أخرى الذين قتلوا مسلم على مسلم بغض النظر شو الطواف مش وظيفة اليوم أحل لسياسين ولكن اللي عاوز أسأل أنا لماذا لا نرى مظاهرات بحجم التي نراها الآن في أوروبا وشمال أمريكا ليه ما حدا لا في الغرب ولا في الشرق طلع مظاهرات مع أنه مات مئات الألوف وملايين أحبائي من عرب يقتلون عرب إلا في هاي المرحلة منشوف إلا المظاهرات ثم سؤال مهم سؤال ثالث ماذا مع موضوع المحاسبة مين تحاسب أوكي مين المسؤول ولماذا ثم أين هم القيادة الآن أصعب شيء أحبائي إذا ما في محاسبة المحاسبة ممكن تكون جرائم حرب ممكن إعلان الحصار على هذه المنطقة أو إعلان منظمة إنه هي منظمة إرهابية إلى آخره مرة تانية الغرض ليس للتقليل وليس لغرض سياسي ولكن أنا عاوز إنه أنا أؤمن بثقافة الحياة وليس بثقافة الموت وكنت بقرأ لأحد الأشخاص قال إنه الوطن الذي تجد فيه مقومات الحياة لا مسببات الموت أي وطن إذا أنا مزلول في وطني أنا جنسي تاني في وطني أنا لا قيمة له وأي وطن أحبائي هل الحكومة للشعب من الشعب ولا الشعب هو يعني كله عبيد للحكومة وهذا ما نراه في تلك من المسؤول ما هي المحاسبة تعرفوا حماس طلعت وقالت يوم غضب وعاوز تثير مصر وبلدان أخرى لكن مصر بلد عظيم جدا عندها جيش قوي وعظيم جدا وهل يسمع المصريون نداء حماس ولا الجيش بيسمع نداء القائد بتاعه أو الرئيس بتاعه ففي أمور إحنا منتعد عليها من ناحية سياسية ومنعطي لأنفسنا نطلق العنان لأنفسنا بتسميات كثيرة مثلا مثل طفان الأقصى وهل هي أصبحت قضية إسلامية أو حرب دينية أم هي قضية فلسطينية اللي رؤساءنا اللي بيحاولوا يتفاوضوا وبيحاولوا بشكل سلمي أنه يخدوا الحقوق لأنه توضح كل هاي سنين القتل والعنف وسفك الدماء اتجرب في الماضي لم ينفع أي شيء ثم أين هم القيادة هل القائد هو بمثل الشعب وهو مثل للشعب يعني نفسه هو بيكون مع المحاربين أم هو في بلد آخر هذه أسئلة لازم نجاوب عليها ثم شيء آخر مهم جدا جدا اسمعوني هل المظاهرات التي نراها اليوم هل فعلا هاي المظاهرات مرة تانية بشدد هل فعلا هي محبتهم للشعب الفلسطيني أم كرههم الأعمى للشعب اليهودي هذا سؤال كتير كتير مهم أنا بك حتى في الانتخابات أنا بكر الشخص حتى لو الشخص التاني كان شيطان أنا بدي أن تخبو لأن أنا بكر هذا الشخص حبائي اليوم صارت سياسة القطيع وأنا أقول على الطرفين الكل مزنب في هذا الموضوع على فكرة أنا بسافر ووضعي مش سهل لما بروح على إسرائيل ولا بفوت على الضفة أو على يعني على فلسطين فأنا بتكلم من كل قلبي وأتكلم بجرأة بدون خوف لأنه عارف الوضع عارف الوضع فالسؤال هل بسبب الكره الأعمى ولا فعلا فيه محبة أو ممكن اتنين مع بعض هذا طبعا الجواب لألك طب سؤال تاني حتى يكون سلام هل أصبح كرهنا لليهود أنا بتكلم السحنة كعرب كفلسطينيين صرنا نكره اليهود أكتر من محبتنا لأولادنا نضحي بأولادنا بسهولة تحت مسميات دينية أو تحت مسميات شهيد هو الأم بتولد الأولاد وبتربي لسن السطعش هذا المعدل طبعا الشباب بتوعنا في غزة ستاش طمانطعش عشرين بتربي عشان انضحي بأولادنا للقيادة اللي ما منعرف عنها شي وهل يعني حتى يعني صرنا نكره موضوع السلام لدرجة انه أنا بضحب أولادي وبعدين منقدم الحلويات ومنقدم أولادنا ومنهنق بعض انه شهيد يعني أي فكر هذا وأي مفهوم وأي منطق اللي احنا بنتكلم عنه سؤال آخر السؤال المهم من سيربح الحرب وكل طرف رح يقول أنا اللي رايح أربح الحرب في النهاية أحباء الكل خسران ليس فقط من الأرواح الأبرياء ولكن في الإنسانية والقيم أنه أصعب شيء لما الإنسان بيفقد القيم بيفقد إنسانيته بل الحيوان أحيانا بحن على الحيوان ولكن القتل والعنف اللي عم نشوفه من الطرفين شيء لا يوصف شيء يعني خيالي لم أتوقع في القرن الحادي والعشرون أنه نصل إلى هذه الحالة ثم حبائي لا يوجد مجد في الحرب عرفوها اليونانيين والرمان قديما ولا يوجد مجد في الشهداء مفهوم الشهيد والشهداء كله تلخبط عنا بكياننا نعطي وعود كأنه معانا مفاتيح الجنة ومنقود الناس إلى الجحيم ويل للقادة بتعرفوا دينونة الأنبياء والكهن والرؤساء والحكام في العهد القديم كانت ضعفين عن أي شعب آخر لألا تقول في محاباة وكانت الدينونة دايما على القيادات أولا أين القيادة أين شهادة القيادة فالرب أدان القيادة وأدان شعوب وأدان أمم بسبب القيادات ثم أحبائي مرة أخرى من سيربح الحرب طبعاً طبعاً بالتأكيد هو من يصنع ومن يمتلك الأسلحة ومن يصنع ويتاجر بالحرب تعرف أنه في ناس بتتاجر بتتاجر بالحرب وبتاجر في الأسلحة أوليس عجباً أحبائي أكثر كمية سلاح تشترى هي في شرقنا العربي وشمال أفريقيا ميزانيات حائلة ميزانيات كبيرة جداً مهولة خوفهم من أحدهم الآخر والخوف طبعاً من إسرائيل وخوف من كل من كل إشي بيشتروا أسلحة تجار السلاح بيخلقوا الحربات عشان يبيعوا أكثر من الأسلحة أحبائي المحرك للحرب والسلاح والقتل والعنف واللي بحرك القادة بسبب قلبهم الفاسد هو الشيطان اسمع كلام الرب يسوع ماذا قال في بشارة يحن إصحاح 8 ومن آية 44 أنتم هون على فكرة يسوع بيتكلم لليهود للقيادات الدينية في أيامه اللي كان عندهم مظاهر وأشكال التدين الخارجي وجابها من الآخر يعني حكاها بكل صراحة أنتم من أب لأنه كان بيدعنهم أبناء إبراهيم أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق من يتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب مع العنف والقتل توجد الخطية المرافقة والمصاحبة لكل الخطايا هي الكذب والكذب هي طبيعة وصفة الشيطان كما سمعنا من يسوع في الحرب بينتجر الكذب والتبرير في النهاية أحب خلينا أقول طبعا اللي بينتصر اللي عنده الأسلحة واللي عنده القوة واللي عنده الإمكانيات واللي عنده التكنولوجي واللي عنده واللي عنده واللي عنده في النهاية الكل منتصر الطرفين منتصرين والطرفين خسرانين والأغرب من هذا بيكون الشخص خسران وبلده مدمر على الآخر لكنهم يهنئون أحدهم الآخر عم بهنوا بعض في الانتصار إنتوا متخيلين إنتوا شايفين الصورة اللي أنا بتكلم عنها بالنهاية عم بهنوا بعض في الانتصار والبلد بيكون مليون ونص متشرد بيوت كلها مهدومة أرامل أطفال صراخ مقاسة جوع معاناة بكل معنى الكلمة ويهنئون أحدهم الآخر بالانتصار وكأن الشعب مداس ليس له أي قيمة أكتر من مليون شخص فقط بيته في غزة إيه عن الأرامل والأيتام إيه مع الحال الصعبة جدا معهمش يعني شيء بيكسر القلب لما بتشوف أطفال بيكسر شقفة خبزة عشان بس يوكل لؤمة خبز وما يموت مين اللي وكلك بالنيابة عن الشعب ما هو الصوت الذي ينبغي أن نسمع له هل الأصوات التي تنادي بالقتل والعنف وبالنتيجة بهنوا بعض بالانتصار خليني أخذ فاصل أحبائي لأنه بعد الفاصل أنا عاوز أتكلم عن كيف تعامل الأنبياء مع موضوع الضمار ابقوا معي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلاً أحبائنا مشاهدين خلينا أقول أحبائي إزاء الضمار اللي احنا شفناه في غزة خليني أقول شيء مهم وباختصار لأنه موضوع كبير كيف اتعامل الأنبياء مع الضمار الأنبياء كان يحذروا الناس كان يحذروهن بشكل علني واضح وأنه في دينونة قادمة آتية الله بيستخدم كل الوسائل بيستخدم الأوبئة بيستخدم السيف بيستخدم أمة تبيد أمة ما شئته اللي بتتم ولكن الأنبياء لأنه بيتنبأوا كان يحذروا الشعب حتى يتوبوا ويرجعوا للرب ولكن أكبر دينونة حدثت في العهد القديم أن الشعب سبيا السبيا الأشوري والسبيا البابلي وفي سبعين ميلادي في أيام الرمان كله لأنهم لم يسمعوا لصوت الأنبياء لكن بعد الضمار هل الأنبياء كان يقولوا أنا حذرتك وكان وكان لوئيا لا كان بيرثوا كانوا بيبكوا على وضع شعبهم وكانوا طبعا بيعملوا عدة أشياء أولا كان يصلوا من أجل الشعب وإحنا بدنا نصلي من أجل شعب غزة وكان يصلوا أنه تكون رحمة رحمة في وسط الغضب شيء آخر بتشوف شخصيات مثل نحمية مثل أرمية مثل دانيال شافوا السبب للدمار على طول ابتدأوا بحاجة تسمى الاعتراف بالخطايا اعترفوا بخطاياهم وبالنيابة عن ما ارتكبت من خطايا من قبل يعني آباؤنا أخطأوا ونحن غير موجودين فكان فيه اعتراف بالخطايا التي ارتكبت بالماضي يعني عملية قطع عملية منع لكل ماضي لأنه ذكرتها عدة مرات الدم بيجيب لعنة على على الأرض فكانت الأنبياء بيعترفوا في خطاياهم خطايا أباؤهم وخطايا أجدادهم ثم دعوة للتوبة والرجوع يعني مثل ما بقول الكتاب وإن أرسلت وباء على شعبي فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسم عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبر أرضهم احنا منصلي من أجل رجوع من أجل توبة حقيقية من أجل شفاء في الجروح وشفاء المشاعر وشفاء المرضى والمضربين والمتصاوبين ولكن شفاء أيضا وإبراء لأراضينا ما تشوف اللعنة لكن نبتد نشوف الخير والبركة قالوا أخطأنا نحن وآباؤنا وأجدادنا وهكذا صرخت الأنبياء ثم تكلموا بالحق أحبائي اللي بيتكلم بالحق دائما يقاوم ومثل الأرمياء حطوا في السجن في بير سجنوا في بير ولكن تمت نبوة الشعياء الشعياء واحدة من مشاكلنا حباء المؤمنين عاوزين نكون بوليتكلي كوريكت عاوزين يعني نمسك العصاي من النص نعيش حياة المصايرة والمساومة والتهادن على حساب الحق الكتابي الكتاب واضح جدا لا يوجد إله إلا الإله الحقيقي المذكور في الكتاب المقدس لا يوجد كتاب أو كلمة طلق إلى الكتاب المقدس لا يوجد خلاص إلا بيسوع المسيح لا توجد حياة أبدية إلا من خلال عمل المسيح فمهم جدا نتكلم بالحق حتى لو كل الدنيا أو كل الناس وقفت ضدنا فالناس عم تفتخر بالموت وثقافة الموت وأصبحنا جيوش عقائدية دينية بدل ما أن نكون فعلا ندور على طرق للسلام أحبائي أنا أؤمن أحبائي أن الصلاة بتغير شعوب وبتغير حضرات لأنه إلهنا حي وغيرت في الماضي أنا أؤمن أن قوة المحبة تهزم الكراهية أنا أؤمن أن الحرية في المسيح هي الطريق من الحرية في سفك الدماء أنا أؤمن بالشفاء الإلهي الكامل نفسا وجسدا وروحا بالشفاء الداخل وأنا أؤمن أحبائي في النهاية أنه مملكة المسيح ستسود اللي هي مملكة يسوع الناس اليوم نشغل أكتر بالنبوات بدل ما أنه نتواضع وأنه نصلي ونربح النفوس اترك النبوات لصاحب القرار للرب الرب أعطى دور لإلك أنك تتكلم عنه وأنك تحب الجميع تحب اليهودي وتحب المسلم وتحب كل شخص وشعبنا يفتقر إلى المحبة فلازم يشوفوا المحبة في كنيست الرب وفي أولاد الرب فبتنجذب النفوس للمحبة بدل الكراهية الموجودة في بلادنا اليوم أحبائي للأسف الشديد واحدة من الطرق اللي بيشتغل فيها الشيطان أنه بيشتت بيشتت أذهان المؤمنين بيعمل حركة بيسميها تشويش تشويش وفوضى داخلية ما بنفتقر أو بنفقد التمييز الروحي بنعدش نميز صوت الرب في حياتنا وخلي بالك أنه الله بهم النفس مش المبنى لكنيسة ولا جامع ولا أرض نفسك أنت أغلى ياريت كل واحد بيسمعني تنبه أنه أنت نفسك أغلى بما لا يقارن تخيل لسا محالا أنك تموت من غير الرب وتقضي مليارات السنين في الجحيم كان كل همك أرض أو قطعة كنيسة أو جامع أحباء الله بهمه النفس لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل خافوا من الذي له السلطان الله لإله السلطان على الجسد والنفس والروح أيضا نفسك غالية جدا في إشعية تسعة وخمسين آية تمانية مكتوب طريق السلام لم يعرفوه وليس في مسالكهم عدل جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة كل من يسير فيها لا يعرف سلاما والرسول بولوس على فكرة اقتبس نفس الآية في رومية 3 قال وطريق السلام لم يعرفوه خلاص إذا أنت بعت عن السلام فكرك حرب ودم وقتل وثقافة تأموت فإذا بتصير يعني مثل ما بيكمل بنفس الإصحاح أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي أفكارهم أفكار إثم في طرقهم اغتصاب وصحق ألم يقل يسوع الذي يأخذ بالسيف بالسيف يهلك ألم يقل الكتاب وعلى اسمه يكون رجاء الأمم حبائي أصعب شيء لما الناس بتفقد الرجاء تفقد الأمل تصاب بحالة من الذعر واليأس وبدل ما إنه انداوي الجراح يشفون كسر بنت شعبي على عثم يعني بيحاولوا يضمدوا الجرح بدون ما ينظف محتاج ننظر إلى الوراء للماضي انتوب ونعمل عملية قطع ومنع كل ما كان يقودنا إلى الخطية إلى الشر وإلى الفساد وكلنا مزنبون لأن الكتاب المقدس حكم علينا أنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فأوعى تنخدع بشوية أقوال دينية أو كلمات حتى اليوم عم بيستخدموا الكتاب المقدس لمصالحهم حتى يضلوا الشعب للأسف بدل ما أنه نبحث ونقرأ ونعرف ما هو كلام الرب فإذا الناس عاوزة رسالة المحبة رسالة الغفران رسالة المحبة رسالة الرجاء وعلى اسمه يكون رجاء الأمم أنا اليوم أعلن باسم الرب يسوع من الكلمات السلبية اللي بنسمعها عن غزة أنه غزة جهنم اليوم غزة هي نعيم وغزة رح تكون مئة مرة أحسن وأفضل من أي عصر مضى أنا بصلي أنه فعلا الرب يعطي غزة أنه تحكم بأشخاص حكماء بحبوا الحياة بيدربوا الناس بيعلموا بيبنوا مدارس مستشفيات بيبنوا ملاجئ بيبنوا شوارع بيبنوا فنادق بيبنوا مطاعم بيعمل الكورنيش على البحر بيجتذبوا السياح من كل العالم تصبح غزة بلد الكل عاوز يجيها الكل عاوز يستمتع فيها مش البلد اللي الكل يهرب منها بغض النظر شو الأسباب والمسببات لهذا الموضوع احنا قلنا اليوم هاي الحلقة رح تتخصص للصلاة طبعا اللي بتابعون على الفيسبوك هي الدعوة للانضمام معنا في الصلاة وهذا الشهر كله لآخر شهر نوفمبر رح يكون مخصص انه نصلي من أجل غزة وشعب غزة خلينا نصلي احباء انه رب يوقف الحرب في غزة خلينا نصلي انه رب يخفف المعاناة معاناة الشعب لانه صعوبات يعني صعب يتصورها وانه كل المساعدات والإعانات وبناء البيوت والمستشفيات وكلها الامكانيات تيجي بسرعة هائلة جدا بفترة بسيطة تتحول كل غزة إلى جني ربنا يسدد جميع احتياجاتهم خلينا نصلي من أجل حماية الأطفال شو داخل الأطفال اللي بتموت مثل ما ذكرت هاي الأم اللي فقدت طفلين وتخيل ألاف الأطفال اللي ماتوا في هذه الحرب شو استفدنا خلينا نصلي من أجل السلام في المنطقة والدول المحيطة نصلي من أجل الحكام من أجل الرؤساء حتى لو ما كان عندهم حكمة نصلي أن الله يلمس قلوبهم وحياتهم خلينا نصلي من أجل حلول عادلة مش يعني فيها نفاق أو مظلمة خليها تكون قرارات صحيحة من الحكومة والمنظمات خصص وقت يوميا هذا الشهر أنك تصلي من أجل غزة فيك ترفع قلبك في صلاة صغيرة وإذا أنت بتتجاوب معاي اكتب بسرعة على يعني رسالة قصيرة قول حتى هيك لو علامت الصلاة نعرف أنك أنت عم بتصلي معنا بصراحة أنا عاوز مش أقل من مئة ألف شخص عاوز مئة ألف مؤمن مسيحي أنه هذا الشهر يرفع غزة بالصلاة خلينا نصلي أنه فعلا إذا الله بيدعو كل هذه الفئات أنه نصلي رح نشوف تغير جذري في غزة خلينا نصلي أنه الله يبارك بلادنا ما حدث شيء كارثة فوق كل تصور دم الأطفال الفلسطينيين مش رخيص فما تعملوا كلام فيه نوع من الإداني والشماتي واللي غلط غلط واللي صار صار ولكن الدم دم أولاد الفلسطينيين مش رخيص غالي جدا أي نعم كل الأطفال اللي ماتت هم في السماء مع يسوع المسيح هذا وعد الكتاب المقدس أن الأطفال بروحه عند يسوع ولكن لا نستهين أحبائي الرب شايف الرب عارف الرب فاحص القلوب وهو وازن وممتحن القلوب أيضا أحبائي في الختام خلينا أقول لكل مسيحي بيشاهدني لا تتعمى عن النعمة يعني الرحمة فوق الحق والنعمة أحبائي هي فوق كل إشي في ناس عم تفقد النعمة بتكلموا كلام جارح بغض النظر شو عملته حماس بغض النظر شو عملته إسرائيل نبتعد عن كلام الجارح والكلام الذي يقلل من قيمة الناس دم الأبرياء مش رخيص أحبائي الرب شايف الرب عارف ولابد أن يدين أن يدين فإذن يفتح الرب عيوننا على النعمة رب يعطي قلوبنا نعمة أحبائي يعني بلاحظ على الفيسبوك كده في ناس قاسية تتكلم كلام قاسي هذا الوقت مش للكلام القاسي إنك الدين وتضرب الناس والشعوب إحنا كمسحية للأسف تحولت قلوبنا إلى قساوة اللي بهمنا هو النفس سواء يهودي فلسطيني مسلم سني شيعي مسيحي اسمي بوذي هندي أي خلفية أي شعب أي عرق أي جنس شيء آخر وهذا علاج أحبائي هو الصلاة اللي بتغير ولكن أنا بحلم عن جد بحلم وإذا في ناس بالقيادات أو رؤساء بيسمعوا هذه الحلقة ليه بنمنع الكتاب المقدس من بلادنا ليه ما منسمح قراءة الإنجيل طيب أوكي عندك إشكال مع صلب ولهوت المسيح طيب عندي تحدي آخر ليه ما منضيف تعليم المسيح في المنهج الدراسي مش في منهج إسلامي ومش منعلم عن الإلحاد وعن الفلاسفة اللي هم ملحدين وغير ملحدين ومنعلم عن ديانات كتيرة جرب وهي الرشتة اليوم إنك تعلم تعليم المسيح على الجبل ثلاث إصححات نجي لمدة خمسة ستة وسبعة نبتدي ندمج يعني في المنهج الدراسي تعليم المسيح وأنا بوعدك إنه بلادنا رح تتغير وبلادنا رح ترتفع قيمتها ورح يكون عنا منظار بيختلف عن كل منظار الماضي مش جربنا الماضي وجربنا وجربنا طيب خلينا نجرب تعليم المسيح على الجبل وحتى التيم اللي بيشتغل معاي أنا بصلي إنه هذا الشهر إنه نحط العزة على الجبل مقاطع كل يوم مقطع من العزة على على الجبل بالختام أنا بدعو الناس للصلاة ليس للشماتة وليس للاستهزاء وليس لروح الإدانة أو روح العنف والشراسة كان يعني عرفات كان يقول شعب الجبرين فعلا شعب جبار بكل معنى الكلمة التحمل اللي تحمل ممكن إقامة دولة بدون معامل إقاسي بدون نكبة بدون أي شيء ما نمنع نحط كل مقومات الحياة وحباقي الشخص الحقيقي اللي بيحب بلده مش بيزور في بلده هي صرخة للإنسانية هي دعوة لروح المسيح وعاوز أقول أحبائي الرب يسوع عم بيخلص الآلاف إحنا اليوم كمان صلاتنا ضد مشورات الشيطان ضد التضليل ضد التحوير ضد التزوير ضد بصلي 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 من أجل السلام لهذه المنطقة اللي آلاف السنين وهي في الحرب والنكبة تعال بقوة حضورك جيب نهضة وانت عاش على بلادنا اش في المرضى عز الحزانة واللي فقدوا أحبائهم انت يا رب عزيهم بالروح القدس الرب يباركك وكمل الصلاة من أجل غزة بحب أسمع منك اشتركوا في القناة